جرائم الاحتلال داخل الضفة الغربية ومحاولاته لتكميم افواه المواطنين واجبارهم على التهجير وطردهم من اراضيهم لتوسيع مستوطناته شهدت وطيرة مكثفة خلال الاشهر الاخيرة عبر الهجمات الجوية والارضية فضلا عن الاستهدافات المباشرة سواء بالطائرات او بقذائف الاحتلال ورصاصات جنوده مخيم طول كرم كان ضمن اكثر الاماكن استهدافا من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلية اذ نفذت اقتحامات وانتهاكات عدة كما شرعت بتجريف البنية التحتية داخله قبل انسحابها وتوجهها الى مخيم نور شمس شرق طول كرم اقتحامات واعمال تخريب فضلا عن مواجهات مباشرة شهدها مخيم نور شمس الواقع بالمنطقة الشرقية في الضفة المحتلة ما اسفر عن استشهاد واصابة العشرات من المواطنين جيش الاحتلال ذاته اعترف بتلك الهجمات مشيرا الى ان قواته الى جانب جهازي الامن العام والشابك نفذوا تحت تغطية جوية العديد من العمليات داخل مخيم نور شمس بذريعة القضاء على فصائل فلسطينية وذلك عقب اغتياله لاحد الناشطين بمزاعم كونه ناشطا رئيسيا في البنية التحتية لحماس اما في مدينة دور جنوب الخليل فقد قامت قوات الاحتلال باطلاق اسلحتها بشكل مباشر وعشوائي على المدنيين كما قامت باعتقال كل من حاول اسعاف المصابين والجرحة وعلى رأسهم فرق القطاع الصحي وفقا لوسائل اعلام فلسطينية اكثر من عام كامل وسجلة جرائم الاحتلال داخل الضفة الغربية تشهد تجاوزات متسارعة تضاف الى تاريخ طويل من الانتهاكات ضمن برنامجه الشيطاني لترضي الفلسطينيين وتوسيع عملياته الاستيطانية